ماذا يعني مسترحة المسؤولية الأبوية من الناحية العملية؟ عند اتخاذ قرار بخصوص الطفل فإن جميع من تقع عليهم المسؤولية عن الطفل يجب أن يقرروا بخصوص الطفل والقرار يجب أن يكون عن تربية الطفل القرارات اليومية يجب أن تتخذ بواسطة الأبوين أو الشخص الذي يسكن معه الطفل بدون تدخل ممن يحملون المسؤولية الأبوية الآخرين عملياً المسؤولية الأبوية تعني صلاحية لاتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بالطفل مثلاً القرارات بخصوص المكان الذي سوف يعيش فيه سواء كان الطفل سوف يتلقى علاج طبي أم لا أو أي دين سوف يعتنقه في أي مدرسة عليه أن يدرس